لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد نشرت منشورا على صفحة العامة في الفايسبوك وحسابي الشخصي أثار الجدل عندما وجهت رسالة ونقد ذاتي للديبلوماسية الجزائرية وواقعها الراهن كثير واحد يقول أرك عامل المخزن لأنك تنتقد وللأسف وصلنا إلى وضع عندما نذكر سلبية خلاص عامل المخزن لأن هناك حرب في الصحراء الغربية يا جماعة الحرب في الصحراء الغربية هي بين البوليزاريو والمغرب ليست بين المغرب والجزائر هذه من ناحية إذا تطور الأمر وتهور المغرب واعتدى على الجزائر أو جر الجزائر إلى حرب فهناك كلام آخر لهذه اللحظة المشكلة صحراوية مغربية الجزائر تساند جبهة البوليزاريو ولكن لا يمكن أن تحارب مكانها إذا كان دخلت الجيش الجزائري وحارب في مكان البوليزاريو هذه ما ولتش قضية صحراوية هذه ولت قضية أخرى وهذا ما يخدم الأطروحة المغربية المغرب ترى أن النزاع في الصحراء ليس نزاعا صحراويا مغربيا بل هو نزاع جزائري مغربي والكثير من الأطروحات القائمة الآن عبر شبكات تواصل اجتماعي وبعض المداخلات كأنهم يصورون أن النزاع هو جزائري مغربي من حيث لا يدرون لا ما يحدث في الصحراء الغربية هي قضية صحراوية مغربية نحن كدولة جزائرية لديها مصالح مع الصحراء الغربية ولديها مصالح مع المغرب ولكن لا تكون على حساب القضية الجزائر قضية تتمثل قضية صحراوية الجزائر دعمت هذه القضية منذ بداياتها والجزائر ترى أن الصحراء بناء على ما يراه الشعب الصحراوي وليس أنها فرضت هذه الرؤية على الصحراويين قل لنا شويا نكونوا شوي واقعيين والكلام والطنين طنين الذباب الإلكتروني هذا لا يقدم ولا يؤخر شيئا ولن يفيد ولن ينفع لذلك عندما نتحدث الآن عن واقع الدبلوماسية الجزائرية نقول بأن عشرين سنة من حكم بوتفليقة أن الدبلوماسية الجزائرية غرقت في الفساد عشرين سنة من الغياب قبلها سنوات أخرى من الإرهاب خلت الجزائر كانت في عزلة دولية جابوا تفليقة والناس اللي جابوه في ذلك الوقت ضربوا حسابات أنه دبلوماسي سابق وزير خارجية لسنوات طويلة سيعيد الجزائر إلى الساحة الدولية ولكن حدث العكس زاد غيبها حدثت الحرب عن الليبيا وإسقاط نظام المعمر القذافي ولم يقوموا بشيء راحت فرنسا وراحت المالي وشعلت حرب هناك ضد القاعدة والجزائر لم تتحرك القضية الصحراوية منذ 1991 لم تتقدم بل تأخرت وتراجعت وكان من الممكن لو استمرت الحرب أنذاك كان من الممكن أن هذه القضية انتصرت ماذا تطور على مدار ثلاثة عقود ما بعد وقف إطلاق النار ماذا تطور في قضية الصحراء الغربية لم يحدث شيء بل أن هناك دول تراجعت في اعترافها بجمهورية الصحراء الغربية أمر صح وعراه في الاتحاد الإفريقي ولكن هناك دول إفريقية تراجعت أرجعوا إلى المواقف لذلك الدبلوماسية ماذا؟ الدبلوماسية ري تلعب على وترين أولا حشد مواقف الدول والأمر الثاني صناعة حشد الرأي العام في الدول عبر صناعة لبيهات عبر وسائل الإعلام وما إلى ذلك هل الجزائر تقوم بهذا الأمر؟ خلينا نشوفوا شوية واقع السفارات الجزائرية في الخارج يا جمعة السفارات الجزائرية تحولت إلى أوكار بيزنس وتجارة تحولت إلى أوكار فساد السفارات الجزائرية السفير من المفروض لما يذهب إلى بلد يجب أنه يصنع علاقات ويقوم بما يجب عليه أن يقوم به من أجل كسب كسب المواقف الدول تتعامل بمنطق المصالح أنا أقف معك أنا كدولة أقف معك في قضية تراها أنت مصيرية يجب أن تقف معي أيضا قضية السفارات في الجزائر وصارت في وضع سيء جدا وضع سيء جدا أنا زرت عدة دول وكنت أسأل على الدور الذي تقوم به السفارات الجزائرية سيئة جدا يا جماعة هنا السفارة الجزائرية في باريس يروحوا يرسلوا لجنة التحقيق تشوفوا كيف يوظفوا في الناس كيف يتعاملوا مع الناس كيف ما كانش لا يقومون بأي دور على الأقل صناعة لوبيهات في فرنسا تخدم السياسة الجزائرية والأمر ينطبق أيضا على السفارات الجزائرية في الخليج ما يقوموا شي أنا مشيت هناك وسألت وشفت وكذا 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 أبدا سفير الجزائري في السعودية نهارا يدير حفل أول نوفمبر ولا خمسة جميل لا يتحرك ولا يلتقي ولا يعمل علاقات ولا يبحث على مصالح الجزائر الأمر نفسه السفير الجزائري في الدول الأخرى السفير الجزائري في تركيا السفير الجزائري في الدول الأوروبية السفير الجزائري في أمريكا السفارات تحولوا مجرد موظفين جاي فقط يحافظ على الشهر ينتاعه يحاول يؤمن مستقبل أولاده يستفيد بقدر الممكن وانتهى الأمر ما هكذا السفارات عندها دور كبير عندها دور استخباري عندها دور أمني عندها دور دور سياسي عندها دور دبلوماسي السفارات الجزائرية خاصة في عهد بوتفريقة تدمرت حتحولت إلى سفارات للعصابة في خدمة فقط أولاد المسؤولين أولاد أبناء العصابة عناصر العصابة هذين لما يأتوا إلى أوروبا يخصص سيارات لبناتهم أولادهم يتابعوا في قضايا أولادهم اللي يدرسوا في الخارج تروح للسفارة كل تبقاهم أبناء المسؤولين هم اللي يخدموا بناء الزواولة والله مقصيين يجيبوا فيهم من هناك يجيبوا فيهم من هناك من الجزائر يجيبوا في بنت فلان وبنت علان وولد علان أن يجيبوهم اللي هنا يعطوا لهم الوظائف يعطوا لهم العملة بالصعبة شهرية بالعملة الصعبة خلال الفطرة هناك يكون دبر فيها مرأة إذا كان راجل وإذا كان طفلة دبر فيها راجل تبقى لهنا تشري دار وكذا 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 وأمنوا مستقبل أولادهم إذن الدبلوماسية الجزائرية سيئة الدبلوماسية الجزائرية في زمن مضى كانت عندما تتحرك يتحرك العالم ولكن للأسف الشديد على مدار عقدي من الزمن أن صارت بائسة لذلك عندما اندلعت الأحداث في هذه المرحلة الآن ماذا حدث وجدت الجزائر وجدت الجزائر نفسها مكبلة نعم نعم هذا بجاب نعم عندنا جيش قوي وعندما يقول شنجريحة أن الجزائر هي الأقوى في المنطقة نعم عندها كل مقومات أنها الأقوى ولكن هذه القوة استثنين مؤسسة العسكرية هي الأقوى فعلا ولكن الدولة الجزائرية قوية ولكنها مريضة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله